أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو فأكد أن المفاوضات بشأن لبنان ستكون فقط تحت النار والقوة وتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله حتى في حال توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وأضاف في كلمة أمام الكنيسة أن الأهم ليس هو الاتفاق الذي سيصاغ على الورق أضيف أن تل أبيب ستكون مجبرة على ضمان أمنها في الشمال وتنفيذ عمليات بشكل ممنهج ضد هجمات حزب الله حتى بعد وقف إطلاق النار هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان لكننا نفاوض فقط تحت النار وبكثير من النار والقوة نطالب بإبعاد حزب الله خلف الليطاني وهناك مطالب أخرى لن أفصلها هنا سنعمل على منع تعظم قدرة حزب الله مجددا